السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونهار جديد فيديو جديد من شاء الله اخواتي وحبيباتي في الله يكونوا في احسن وافضل الاحوال عدنا اليوم فيديو متنوع فيه وصفة بزاف بزاف طلبوها مني وراهم يقارعوا فيها خلولي في كوموتاك اللي ميتا طيبينة هذيك الالازاني عدنا نتقاسم معكم ان شاء الله الوصفة طريقة بسيطة بالبزاف معتمدة عندي من سنوات كما نقرحنا الوصفة الاصلية تحت النوع من الليبات ولا المعجنات وعدنا جولة عدنا مشتريات بسيطة كما عودتكم دائما اتمنى ان شاء الله يحجبكم الفيديو تاقي اليوم قبل ما نبدو الفيديو دائما دائما نروح ونصلوا على النبي عليه الف صلاة والف سلام ونقولكم اخواتي وحباباتي ما تبخلوني شباداك الجام باش فيديو يطلع شوية وشوفو الشيلات وضخرين وقناة تكبر كالي يقولوا لي عقوبة ان شاء الله الدرع للذهابي نقولكم انا عقوبة ان شاء الله للدرع الفضي ونتقاسمها معكم ونفرحها معكم لانها غدي تكون فرحة كبيرة بعد كما اقولك انتظار اطوال وسنوات وانا معاكم بلا هذا عامنا التاني رانا معا بعض ان شاء الله ان شاء الله يا ربي اللي تمنى لي كاش حاجة ربي ان شاء الله حققها ويوفقني ويوفق الجامعة نبدو الحاجة اللولى الوصفة تعاليهم هي نبدو بالحشوة شا درت هنا يا درت ربي تحبات عبصلة درت عليها الكفتة نقلوها شوية ربي تحبات عبطة طماطس وزدناها لي زي بيس شوية ملح كمون شوية تعل حرور تبغي تزيد الففل حمراء كوركم تقول لك حاجة اختيارية ونزيدو شوية تحبات عبطة طماطع مصبارة لي بغاد للصوص جيهة شوية زاكية لان لازم تكون عندك ينصوص ولا تكون شوية شوية بززاف شوية زاكية شوية كثيرة باش تطعنا قد نديرو طبقات لازم تكون عندك صوص بزيادة لازم تحبات عبطة طماطع مصبارة وخليتهم يتقلو شوية قد نزيد كما ركو تشوفو تخلوهم يتقلوهم يتخلوهم يتقلوهم ونزيدو شوية زوش تقايق زوش تقايق زوش تقايق زوش تقايق ونضيرو نديفوها شوية تعلما حوالي ما بانو سكاستا علما شوفو كميه كليدر نخليها تغلي تجمر شوية ونطفي عليها لازم تكون موجدتها مقبل تكون باردة نقلعوها من جيهة ونبدو في اللازاني نوعيات على اللازان بارتاجيتها معاكم شريتها معاكم في المشتريات هادي هي شوفوها كيفاش اجي لابوتا حاكت من لازان لابوتا حزركا لاماك ما شفتهاش ما قتلها لاماك المهم هادي شوفو شيرتي لقيتوها بهات السمك لقيتوها غليظة لازم لازم طيبوها في الماء هادي لازم لازم نأكد عليها ونعاود لازم طيبوها نصطيها في الماء سينو قليل ونطرحو في هاديك رقيقة رقيقة الشفافة اللي تشوفي ييدك منها هاديك غاغوين نرقوها شوفو كيفاش جاي غليظة هادي انا ولي فيكم بليد دي ما اشتبان منها جايه اغلايده هادي لازم نطيبوها نصطيها في الماء سينو ما طيبلكمش إلا درتوها ديارك تومو في البلاك كيلي تقول لك ديارك تومو في البلاك كيلي تقول لك ديارك تومو في البلاك انا ما ننصحكمش عن تجربة إلا كانت كيلي ما قلت لكم وقيتوها حليتو الأبوات وقيتوها هاديك اللازم شفافة بزف 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 هاديك الطيب لك غاب البلايسوس اللي غادي نديروهم نديروهم معاها انا شا نديرو نديرو حاجة نديرو سبيرك تومو كبيرة بس كل الحبات على اللازم لازم تكون محافظة على الشكل التاحا نديرو الماء يغلي نديرو فيه شوية عزيز و شوية عمل ملح و خلو حتى الماء يبدأ يغلي باش متل سقشت حبة معاها ولا باش متعجن لازم الماء يكون يغلي تكون النار شوية قاوية علي ما ننقصوش النار علي نحطو غير بالحبة انا نجري الفيديو لكن انا نحط غير بالحبة وغير بالشوية اللي بايت دير امبلا طيب غنص الكمية تكفيها لدير امبلا وتعود ترضيها في ذاك الساشيت باللحة مليح وترضيها في العلبة البلاك الكبير مشي المتوسط مشي صغير كما نقولو حليا طبق عائلي درتهم يغلو خليهم يغلو سبع تقايق 8 تقايق و نص طيب وهنايا نروحو نوجدو الابي شامل انا نمخليتها كما كنت شوف ما شفته هاش بلالها تغلي واني نوجد في الابي شامل الابي شامل شادرنا درنا نزوج مغارفة الدهان نزوج مغارفة الفارينة بومبي نقلوهم و نحمصو شوية هديك الفارينة و نضيفوها حوالي تقريبا هي طرق تالح لي انا اللي يطرق لحت مناغي واحد شوية و لكن نقص مناغي واحد شوية يطرق الحليب في زوج كيسان زوج مغارفة الدهان و زوج مغارفة تعل فارينة بومبي هنا غادي نبدأ نزيد في الحليب و نخلط غادي نجيبها فوي باش نضربو بي ها هنا بجيبت فوي نبدأ نضربو دايما كعافين بلي بشامل ما نخلوهاش و نروحو لازم تقلي و كفا عليها هنا غادي نقعد نخلط 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 و او منطو عاستها و نبعد ما تبدأ تغلي و لا تبدأ تشد روحا اللي بغا تزيد لها مغصودة في خماش اللي ما بغاش تنجم ما تزيدها كل مغصودة في خماش تملحيها دي لها شوية ترشة تعل ملح و رشة تعل حرون بيشامل راحا واجده لازاني راحا واجده لصوص راحا واجده شوفوا القوامتها كيفاش يجي كيفاش يولي تولي طريية تولي سوك طبقة اللولة اللي نديروها نديرو لبشامل و من بعد نفرشو هديك اللازاني نديرو طبقة اللولة اللازاني و نعودو نزيدو طبقة بتاع الكفتة و نسرحوان اي طعلوها قاع فوق هديك اللازاني اللي درناها بها الطريقة اللازاني مين تتغلي و تكمل تديريها في حاجة صفائية و فيكس كاس و تديري عليها الماء بارد باش ما تلسقلكش و لازم تعسيها و لازم مين تتقرعيها من فوق من الماء ما تخليهاش متحط متتصفيهاش متخليها كافوق بعدها سينو غادي تلسقلك لازم تتصفيها بالماء و تتقرعي هذوك الوراقات تفريشها تاع الكفتة و نديرو طبقة تاع بشامل بهذه الطريقة نكونو شوية كما قلت لكم كريمين ولا في العصاص و في البشامل باش تتشرب هديك اللازان لان انا طيبة مستية مطير باش طيبة كاملة انا نعاون ندير تفريشها الثانية على حسب المكونات اللي كونو عندك كنت عندك كما نايد لهاد المقادير دارولي ثلاثة طبقات انت يا صديبون لك اللي عندك بزاف تاع بزيادة نجمي ديري احتر ربع طبقات تاع اللازان هذيك تقول لك حاجة اختيارية ومشي اختيارية ولحسب الكمية اللي استعملتيها اللي خدمتي لاصوس و البشامل اهنا نزيد طبقة وقت خدا بعد ما ديت اللازان نديرو طبقة تانية تاع الكفتة و هديك اللاصوس على اقول لكم لازم اللاصوس دي شوية بزيادة بس باش تتشرب لك هديك اللازان بها الطريقة نعاود نديرو طبقة تاع بشامل نغطو هديك اللاصوس نشوفوا القوة متاحا مايجا خفيف بزاف ما تقلتها شني بزاف نمشوها فوق هديك اللاصوس و نعاود نديرو طبقة الاخيرة تاع اللازان الاف طيبتها كما هكا و قاعدت لك كمية ديرها في الساشي و ديرها في المجميد ناد بوقت اللي تبغي تستعمليها تجب ديها تلقيها طيبة مصطية بغير اجدها معاك نديرو طبقة الاخيرة تاع اللازان شا غادي نديرو غادي نكملوها بلا سوس بشامل نديرو طبقات على سوس بشامل كالي بقات غادي نفرقها ولا نغطي بها هديك اللازان باش كما قلت لكم تكمل طيابها في الكوشة هدي النوعية بتاع اللي غاتان ولا ما غاديش تشعلو عليها غير ملفوق باش تديرو تحميرها غادي شعلو عليها ملفوق نشاعدو اضعوا كبير من الاخران اضعوا كبير من الاخران اضعوا كبير من الاخران جبتني بزاف بزاف بزاف. هنا سوف نغطي القراتين بخوماج غابي. عندي رشعر عليها في الفوق. اي طيب لي كما قلت لكم. انا الفوق اللي عندي يشعر بفوق متحت. ومن بعد يكون واجد معنا الطابق. تشوفوه معايا كيف جاتني. جاني ماشا الله انتمنى ان شاء الله تجربوها ولي طلبوا مني الوصفة. انتمنى يتشكونوا شايفوا هاد الفيديو. طريقة شفتوها سهلة وبسيطة. وكما قلت لكم تعطيكم واحد لقاتين وطعطني كمية. كما قلت لكم بلا صغير. بلا مشي صغير. هاده البلا الكبير عائلي. ينجموه يا كلو من احتلت من اشخاص. انا غادي اندي لها في الفوقي طيب. هاشوفو كيف جاء ذا ديك تحميره. ما شاء الله. جاء روعة. انتمنى ان شاء الله هتجربوه. ودقولولي كيف جاءكم. ولكن هاد الطابق لازم يتكل حامي. يدفع شوية. ما عليش ولكن يبرد. ما يجيش ابنين. شوية ما يجيش ابنين. ولكن هاد مأكوليات و هاد لقاتين لازم يتكلوه حاميين. بهذه الطابقات. بهذه كلا الصوز جاء روعة 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 روعة. بدلو شوية. كما قال لكم مشي دائما. الباكت تفكرت. الباكت على لازان خلصتها 15 نف. عند خوجة. قلت لكم خواجه في الشيط. بزرف شيع تتكلو الليidad قليل مشي خواجه ه juven. شوفو كيف جيت. جاءت ما شاء الله شاهدكم في الفجنة. نتمنى ان شاء الله اعجبتكم الوصفة اليوم وتجربوها. وتخلو لي في الكومنتر.اذ lại جربتها تخلينا في الكومنتر. دائما قد خلوا لي في كومنتر. جربنا هاذي جربنا هذه جربناها عالك. اتمنى ان شاء الله رازانت جربوها. وتخلو لي رايقكم في الكومنتر Strzzyman. هنا لكن في هذا السبت كان حال شباب مغيم شتوي كان رائع الجو وكان خصني شوية سوالة كنت رحل سوق الحوت في مدية جديدة أريدنا نشرية البوت ليا والبنتي ولكن لا أريد أن نقوم بالفضل ونقوم بالفضل أخرج تخرجها كخفيفة ونقوم بالفضل في البلاسة منذ أن نذهب لها من يكون أنا الزوج تعي نذهب لها للبلاسة سينو من يكون رغانوا بنتي أو أنا أختي والدكي كان بزاف اللي عافوديوك البزيرية تعال البلاطة ونفاص البومبية ثم نروح ناكل عندهم عند البراقه نعم ونوسموه براقه هكا ولا ندام ناكلو عنده أنا بزاف سقسيتوني يقولوني وريني 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 الى بخي كيف عاج دايرين ره زايد شوية في البخي من قد تيكي هادك لديرها بجون زايد فيهم شوية كما راكو تشوفو شاور ما بانيني 25 ميل البيتزة كانوا 20 مر ردهم 25 مر الساندوش كانوا 20 مر ردهم 25 مر كو عافين كوشيش زاد البطاطة زادت البلا شاورما فالبلا بلي فخيط بل بسلاطة بلي سوس 40 مر كل حاجة كيبا قلت لكم كوشي زاد البطاطة زادت زادت هذي كاين سوالح ليزت فيهم ساميل بل بليس مش يكسر من ساميل هنا وريتكم البلاسة غايباش اللي بغتت تروحوا لما هتما ولا تجي من الولايات اخرى تبغت تروح تلقى بلاسة تفطر بها فاميليار عنده وين جمعي ما عنده شرغاشي بزا 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 تلقي عنده لشوات يعني ما عنده شغاه هادو عنده بزا فلو شوة عنده حريرة عنده حاجة تحوسي عنده حاجة تبغيها تلقيها عنده هلو هنيا اني راحة مدي جديدة وعلى بل يبغوا مدي جديدة هلو هنيا دلتكم مقططافيات هلو هنيا ديركت ومو راح راح تلغاشي بالصح انها سبتلغاشي راح تلغاشي هلو هنيا كما راكم تشوف هذي بنتي راه تقيس في البوت هذا المحل اللي رحت له مضاري نشروع جاي تحت في السوق الحوت ولكن غي تمت يبيع هكال اللي فاليز تاني كما هكال شفت هنطاحي بزف على اللي فاليز عنده نحن مو يبيحهم أنا مالي بيش ميش بتاويته بصق دخلا ولكن برابوري شفت نساو الشي لاتدو العريسات وحتى الالدام كانوا نطاحين على اللي فاليز عنده كان يحسبها 600 كان يحسبها مش عفا شعر 650 كل وو مو دير وشعال يحسب البري انتاعة بينا بلير دير هم بو بري اللي ماهتم ما لحتى اللي بوت ويبيحهم صعبة غيت ما انفاص لي قينهم 420 450 ويحسب فيهم 380 ولا 370 وليان سيغط نيكوسي ما تشري بلما نيكوسي أنا بعد ما كملنا من عندها بنتي ما شيت لاش من عنده ما قيتش بوينتيور صغار عنده غلي بوينتيور كبار وانا من بعد من روح الظن وليكم شاشريت لو هنا لديكم هكا نظرة باش شوفوا صغ الحوت هذا كوالي جيت مفق هنا طلحت الفوك كاين واحد زوج ولا ثلاثة يبيعوا قشط الصغار من عندهم شيت البوت البنتي طلقوا عندهم لشوار طلقوا عندهم ملفاس طلقوا عندهم كما قلت سيخت هادا المحل لف العيد شيت من عنده لف المناسبة من عنده يبيع صوار لحشابين تعالى مختص وصوما صعبة ملاحة وليبغا تحاجر خيصة ها كاين في الطوابل بره لهم البوت كما قال لك الواحد منهم وعليهم لما دا لبخي تبدأ مصامي لتلقي البوت ما شاء الله ولكن كما نقلو احنا مشي تعدوان إلا المشتر لديكم هكا مقططفات عنده دكتاني حتى من نروح للدار لديكم شاشري تلقوا عنده الموضة كاين القصار كاين العاليين كاين هدو هما اللي بوترام الفوق عنده بزاف الموضة لتاع البنات الصغار عنده لقود عنده الريزادي داس عنده كل واحدة وشي تبغير هذي هذي هيا شيرات انادلكم جولة خفيفة هكا باش تشوفو غادي نروح للدار ان شاء الله ونبارت عجي معكم ونوريكم المشتريات ليدرتهم كيما قلت لكم كنت رحت دير تسوق الحوت اطلعت شريت وخرج دير اكتما وكان كاين كما قلت لكم الغاشي كان سبت غاشي 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 بل بزاف زما اللي تبغي تروح على خطرها وتدور في خطرها وتشري في خطرها انا نصح تروح جوغ دو ثمان ما تروح الوي كند اي في تي سوق وانا شري لدرت المشتريات وروحت للدار ونروح نشوف ونوريكم شاشية نتمنى ان شاء الله يجبكم القون تاعي هنا شئة بعد ما قسمت مع لكم هذيك الجولة الخفيفة في سوق الحوت وليكم رحت على خطر ليبوت نشري واحد اللي هي واحد البنتي الله وبين خطر جيب لكم ان شاء الله شوفوا الموديل هذا ساعة بنت سمكولي كاليتي ديماش بسكر اني في البيت نصور شوفوا جاي هكا طويل بسكر كان عندها واحد هنا دومي بغيت لها كما هات شوفوا كاليتي نوعية شاب بل بزاف طلعوا الفوق في الليطاج الفوق وبرحا صغ الحوت في الفوق القشف تحت بشي قشف تحت غير سوات كوسميتيك ويبيع ثاني الخض الحوت هذا كما كتوفوا فيه كاليتي روعة 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 عجبني بل بزاف هذا خلصته 350 شوفوا كيف جاي شوفوا كيف جاي من داخل دافي هذا البوت تعلب النوتا داخل روحوا البوت في الحقيقة هذا بلك كراني في طرواز رو عندي واحد غير هاد القطر عبد جاي وتنبدل هذا 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 صوت القوم عنده الاخرين يبيع في ويبيع في ويبيع ملاح غاز ويبيع شريط شوفوا كيف جاي ثاني خالي تشاب شوفوا الجل تعيش باب هنا جاي الاسطيك وطالو اختكم خاطئها الطالو تبغي البا هذا بخي سكره با شوية مرفوض على الله شوفوا كيف جاي شوفوا كيف جاي هذا 380 اللي اللي غير تم مريح غير تم احد احد انفاسي بلوف 420 غير هو يبيع 380 ويبيع ديميل ويبيع ثاني شابين يرفضوا عليهم الكثير ويبيع بلوف الاخرين هذا لي وهذا البنوتين اشاء الله اشعر الله اشتركوا في زوجف النوار انا اكمل الفيديو اشعر الله اشعر الله اشعر الله اشعر الله اشعر الله في صحتكم فيديو جاي والسلام عليكم